هذا وأعلن وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيب أمس الجمعة اكتمال تفويج الحجيج اليمنيين البالغ عددهم 24255 حاجة يمني في الرابع من شهر ذي الحجة لعام 1444 هجرية وذلك في وقت قياسي جديد خلال الفترة من تاريخ الثامن عشر من ذي القعدة إلى الرابع عشر من ذي الحجة وأوضح وزير الأوقاف أن عدد الحجيج الذين وصلوا برا عبر منفذ الوديعة بلغ عددهم 18581 حاجة فيما وصلت 5674 حاجة جوان عبر مطارات عدن وسيئون والريان كما تم تسير خمس رحلات جوية عبر مطار صنعاء الدولي وذلك في إطار الدعم الكبير من الأشقاب المملكة لحجيج بلادنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر